كان قبل كم يوم في ملتقى الطفول الثالث يعني أنت كنت ما شاء الله متواجد فيه حدثني عن هالملتقى اللي قمته طيب بالنسبة للملتقى احنا اهتمينا أن في هذا الملتقى تسليط الضوء على أهم القضايا التي تواجه الطفل وكذلك اهتمينا هذه السنة أن نبرز مواهب الشباب والأطفال في المملكة احنا عندنا ثروات الحمد لله في المملكة مبدعين ومتميزين في مجالات عديدة فتشرفنا فعلا باستضافتهم في الملتقى والحوار معهم والحمد لله كانت الأصداء جدا جميلة وأسعدتني كثير طيب كيف تشوف يمكن لما يعني يكون في هالملتقيات مثلا هالبرامج هالمبادرات أن يكون عندنا أطفال ملهمين للآخرين هذا شيء مهم خالد يعني احنا فعلا اليوم منواجبنا في كل الجهات سواء في الإعلام في الجهات التي تقدم خدمات للطفولة أن نبرزها الجانب لأنه فعلا مثل ما قلت لك احنا عندنا ثروات على مستوى المملكة كلها سواء في الرياض في كل المدن متميزين وشغوفين في مجالات التقنية وفي مجالات فنية ترجمة نانسي قنقر